السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة عاملين ايه هنعمل الاخطبوت النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة ده شكل الاخطبوت بالنسبة للناس اللي اول مرة تشوف هو صاحي على فكرة انا بخبط عليه كده عشان يتحرك عشان ايه هو صاحي عشان كده احنا بعادينه بايد عن السمك او بايد عن عرض السمك تماما عشان هو صاحي هو ده اسمه ملك الحبار بينتمي لفصيلة السبيت والكلماري منتشر في البحر الابيض المتواصل بالخصوص وهو اسكى اللفققريات يحتوي على سراسة قلوب وده ما هو ازرق واما عن فوائد الاخطبوت حدس ولا حرج وحضراتكم فاهمين قصدي كويس وبيحتوي على جميع العناصر اللي بيحتاجها جسم الانسان ده شكل الاخطبوت كده عايزين نشوف شكله طبعا لما بنخطه على العرض يبينم باقي الجنبري ويلم الحجد وكلها فعشان كده هم عزلينه بيد عن السمك وعن اه وبالنسبة بقى لسعر الاخطبوت الكيلو بيعمل رغمية جنيه في بداية 2021 يعني في نهاية شهر واحد احنا في شهر واحد دلوقتي والكيلو بيعمل رغمية جنيه ده شكل تاني برضو من نوع الاخطبوت حطينه طبعا عشان هو مصصحي فحطينه طفوسة السمك كده اما التاني ده كان صحي فما ينفعش يتحط بيلم بقى كل حاجة تعالوا مع بعض انه قول بسم الله الرحمن الرحيم وننضف بقى مع بعض الاخطبوت بطريقة سهلة ما نخافش هو دعني ده اللي هنشيلها دلوقتي وهنفضي الدم من الجسم دمه ازرق زي ما احنا عارفين وليه تلات قلوب سبحان الله كائن فضائي يا جماعة ونسبة البروتين فيها عالية جدا جدا بنسبة يعني الفات عن جميع الكائنات الحقيقات تاني البروتين فيها عالي جدا وجميع العناصر بيحتويها هذا الكائن اللي حضراتكم قد تكونوا يعني ايه شكله مش حلو بس بصراحة اكله في منتهى الفايدة والجمال الحبر نخلي بنا واحدة بننضفه كده بنجيب سيكينة حامية ونفتح كده الجسم نصين عشان نفضي الحبر اللي جواه وبنشيل منه العين وبنخسله غسيل كويس ونخلي بنا شايفين الحبر لازم بنكون انا عايز افتحه برضو عشان تشوفوه وهو بنزل الحبر بتاعه عشان نخلي بنا وحنا بنفتحه نخلي ايدينا جوا الحوض ونحاول بحذر كده نفض منه الحبر وبنخسله غسيل كويس وبنطلع طبعا عينيه بنطلعها وببقى بقى عنا الجسم كده والاطراف طبعا اطرافه تمانية زي ما احنا عارفين وهنخضه فين بقى عند البتاجاز والمية السخنة تكون جاهزة على النار شوية خلطة كده مع بعض بصل فلفل ممكن طماطم توم لو فيك رفس بنحط وكل ده بنحط على شوية ملح وندله بقى ايه على البتاجازك شايفين شكله بتغير ازاي اه شايفين شوية كده هتلاقيه حمر بندله حوالي خمسة وتلاتين دقيقة لو حجمه بالشكل ده اما لو كبير بياخد ساعة بالزبط على النار او ساعة الا تلت بعد ما بيستوي كويس بنبدأ نتعامل معه تعالوا بقى نتعامل مع الأخطابوت بعد مثلا عنها طبعا لو حجم الأخطابوت كبير بنبدأ نشيل منه جلد الأسود ده والأسمر اما لو صغير بنقطعه زي ما هو كده ما يجراش حاجة وهو سخن لو نقدر نقطعه سخن ما فيش مشكلة طبعا هيبقى سخن على قدينا مش هنستحمد بنبرده سكينة حامية وقادي شكله بعد مرسلة شايفين احمر ازاي سبحان الله هنعمل اي بقى هنجي نقسمه نصفين كده ونبدأ نقاطعه بالشكل ده كده هو عشان سخن بس ايو هنشيل دي منه طبعا احنا نضفنا عن ايه وشلنا منه الحبرة قبل ما نسلوه كله تمام بقى سهل التقطيع وجاهز على طول للشاوي بنقطعه بالشكل ده كده مكعبات عشان هنعمله فهيتة طبعا هو الاخطابوت بتعمل طاجن وبتعمل مشه على الفح بتعمل مشه على الجريل وبتعمل مسلو وبتعمل سلطة يعني طرقه متعددة هنعمل النهاردة الفهيتة على الجريل عشان نعمله فهيتة لازم نقطعه بالشكل ده كده ومعانا الخلطة البصل والفلفل طبعا دائما نستعمل فلفل للألوان بيكون قافية طبعا اما لو ما فيش فلفل الألوان بيبقى فلفل أخضر عادي والبصل والطماطئ كل ده من الطعم وكهبات لما نيجي نحاول شايفين لو حاولنا نسلوه هنهضر منه كتير فنعمله كده سليم زي ما نو شايفين كده هيكون أفضل اما لو كبير طبعا فيه أخطابوط بيوصل طول الزراع إلى تمانية متر والمتوسط بيبقى خمسة يعني على حسب وأما ده الصغير اللي قدامنا كده هادي الجريلة سخنة وحطنا عليها الزيت بنبدأ ننزل الأخطابوط على الجريلة ياخد الصدمة الأولانية كده ونسيبه شوية ونبدأ نقلب زي ما انتو شايفين كده ينفح في حلة ينفح في حل طيب طاصة ما فيش مشكلة وفيه شويات طبعا بتتحط على البتاجاز كده شويات على تبقى فيه شوية للبتاجاز بنشتغل عليها عادي وبنجيب الخلطة طبعا كبيرة مكعبات كبيرة ونبدأ نحطها مع بعض ونبدأ نقلب بقى كده على الجريلة ونحط التوم والفلفل لغدر كده اللي مضروف في الخلاط مع الملح عشان ايه يشرب التدبيلة كله مع بعض وكده على الجريلة اهم حاجة نحيق الحاجة كويس ونديلها التدبيلة الخاصة عشان برضو كله يشرب التدبيلة فبنقلبها كلها مع بعض التوم يا جماعة بنحط مع فلفل اخضر وملح ولمون يعني لمونة كده ولا اتنين وش هتخلص غرين ونضرب في الخلاط عشان يديني التدبيلة اللي احنا حطناها دي هنجيب بقى الصوص بتاعنا البهارات هنحطها دلوقتي عندنا فلفل اصمر وكمون وكسبرة في البيت طبعا ولو فيه سنة ارفة وسنة كاري بنحط مفيش يبقى فلفل وكمون وكسبرة فلفل وكمون وكسبرة اه زي ما انتو شايفين كنا فلفل وكمون وكسبرة وبنبدأ نبهره وطبعا الصوص الفهيتة هنعمل طبعا عندنا ده الخضرة برضو شاية خضرة كده شابت لو دي نصف كسبرة ولو عندنا نصف برطقانة كده بنطح مكعبات برضو ونحطها معاه عندنا شوية كرفس ماشي شوية جزر مبشور اديه له ما كيش مشكلة وتعالوا على الصوص بقى هنجيب المستردة والكاتشاب وهنفك الاتنين مع بعض كده ونقلبهم وعندنا شوية زبدة نعصر لمونة ويعني شوية عصير برطقان كده عليه ونقلب كله مع بعضه ونحضر الصوص ده عشان نحطه على الأخطابوت بالشكل الجميل ده هيشرب ونقلبه كله مع بعضه كده وبعد كده برضو لما نطلعه نديله كمان شوية صوص كده معاه عشان يدي طعم طب بيتاكل ازاي لو عندنا سندوتشاد بنعمله بنكله بالعيش ما فيش أي مشكلة خالص نكله من غير أي حاجة كده هي وجبة مكتملة لم يحتاج رز ولا يعيش ولا الكلام ده زي ما هو كده كل على بركة الله في منتهى الجمال والحلاوة الأخطابوت ما تبصش لشكله بص للفوائد الغذائية اللي جواه بيعالج كتير من الأمراض وبالنسبة بقى للحياة الزوجية فله مفعول السحر حدث عنه كتير قوي يعني في الحياة الزوجية له فوائد عظيمة ورهيبة الله يخلق ما لا تعلمون كل الكائنات اللي في البحر لها فوائد عظيمة للإنسان جميع الأسماك والمأكلات البحرية كلها يا جماعة مفيدة جدا أما الأخطابوت ده طبعا الناس بتشوف شكله وتقول وتعمل لا الأخطابوت ده عالم تاني من الغذاء فيه فوائد رهيبة جدا وبعد كده بيطلع بالشكل ده من على الجدل الخلطة ما استواتش جامد طبعا تلاتة ربع سوى أنا عايزها تبان بشكلها الحلو ده يعني تشيد تفتح الشهية من الآخر يعني فما نسوهاش جامد عشان ما تتبلش وبنبدأ بقى نتعامل مع الأخطابوت نطلعه على طبق أو سيرفيز وبنزين طبعا شغلنا كده انتهينا وقادي اللحظات الأخيرة الناس اللي أول مرة بتشوف القناة يعني ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وتعملوا لنا اشتراك في القناة وشوفوا أي تعليق أنا هرد عليه بنكونوا كده وصلنا لنهاية الفيديو وده شكل الأخطابوت الفهيتة بنحط معاه طبعا بلصوص كده ونقدمه وده الشكل النهائي للأخطابوت يارب تكون الحلقة أجبتكم النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته